السلام عليكم خوتي وخوتي ومحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي هذا الفيديو خوتي لنا نبعوني نديره قصير ولكنه في نفس الوقت مهم للغاية نحن نحكو فيها عن مواضيع رح تدهجكم فنحن نحكو فيها مواضيع تخص الجزائر لأن مؤخرا يعني الاتحاد الإفريقي الجديد أو الاتحاد المغرب العربي للعامل يسموه الجديد الآن رح تجاه انطرق في الأشغال التاعه ونحن نطلقكم أولى المهمات له أيضا في الأخبار خوتي كان واحد الفيديو راطينه بزيف وهذا الفيديو تعبيري ومهم للغاية لردة فعل رئيس أركان الجيش الوطني الشابي بعد كلام الرئيس عبد المجد تابون رح نشاركوه معاكم خوتي أيضا في الأخبار جامعات إيران الآن تعلن دعمها لكل الطلب اللي حاوزتهم جامعات أمريكا وقالت لهم إيران ما تخافوش أرواح وتقرأوا عندي كل العلوم لركب حابين تقرأوها ومخلصة ما لعندي في الأخبار أيضا اليمن اتطور هجوماتها على كل السفن اللي رايحها لإسرائيل سواء السفن البريطانية الأمريكية والإسرائيلية لأنه في السابق كان تهاجم عليهم غير لي في الموحيد ولا البحر الأحمر بصعدكم نشرحكم وشه صاري خوتي لأنه الأمر أيضا يتعلق بالجزائر أخيرا في الأخبار وإيمغجيني وخوتي العالم الآن ره يدخل في الإسلام على جلال البنوك الإسلامية نعم خوتي وهذا الشخص صراحة حكنا بالتفاصيل القصة وجبني بي مشاش نشارك معكم الفيديو وبصراحة نقولكم مشكل لنا لأنه أمر مهم للغاية كمشتوا خوتي هذي أبرز عنوين أخبار اليوم ما نبقى معنا حتى الآخر بيشتعرفوا كامل التفاصيل وقبل ما نبدأوا الفيديو خوتي دعمونا بالضغط على زي الإعجاب شتركونا في القناة وفعلونا الجرس أمور هذي كلها تدعبنا نصدق على حملات سينيار هذا الشخص خوتي هو مواطن كندي عايش في كندا وراي شرح لهم الآن الأمر ما الذي يحدث في كندا فجأة في كندا ظهروا هكا البنوك الإسلامية ومسمينهم ببنوك حلال هالك مسلم حلال بانكس in كندا يعني يسمينهم بنوك حلال هذا البنوك الحلال الخوتي المسلمين اتهابتوا عليهم لي في كندا وراحوا بالخف يحطوا فيهم الدراهام وليدوا منهم القروض الضرب الأول البيوضة الراسيس تتاع كندا غضبوا من هذا الأمر قالوا كيف جايين هذا بانك حلال هنا في بلادي يعني احنا ما نقدرش ننفيستيو فيه ولا نحطه فيه ولكن البنك الحلال يعني نقولون بالله العكس أي واحد يقدر يحط في هذا البنك بالصحة كنداديين الآن وهذا الشخص أيضا مذهول من هذه الفكرة هو أن البنوك الإسلامية معلتها الريبا ما كانش وأيضا العمر اللي يخلي البنوك الإسلامية بنوك حلال هي أنها يعني ما تنفيستيش في الأسهم والسندات تاع الشركات تاع القيمار والخمر وكل هذا الأمر يعني تكون حذري جدا بهذا الخصوص فكيف يعني البنوك إذا لي تمشي البنوك أخوتي باش تكون فيه عمكم يعني قاعد دراهم زي ما نقولوا واحد دراهم خبي دراهمه في البنكة هذوك الدراهم دراهم في البنكة البنكة ترح تحكمهم ادد بهم استثمارات لأنه انت مكشرح غدوة غدوة ترح تجبدهم يعني مشي غدوة رك رح ترح تجبدهم ربما تخليهم يقعدوا ثماكين يخليهم عام عامين ثلاثة أدخالي لأخوتي كل واحد يجي يخلي دراهمه في البنكة لمدة عام عامين ثلاثة البنكة مش تخليهم يرقضوا هكذاك الدراهم تروح تخدم بهم مبعد يعني مشي الناس قاعدة يتكرح تجي في نفس النهار وتحاوس تجبد الدراهم هكذا ما لا بالواحد كل واحد ما يجي يجبد الدراهمه البنكة تعتطيله فعند الغرب خوتي القصة مختلفة تماما نهالي تحط دراهم أكينتها فالبنكة الغرب يعني في أمريكا ولا في كندا ولا في أي دولة أوروبية أخرى يعطيك ليزين تيري ايه يعطيك الريبة بصح عندهم واحد لصيرونس بحدودة زع ما كما يقولون تايا حطيته مليار زع ما يقولون بالدرجة حطيت مليار تعب بالدراهم هم هو شي يقول لك البنكة يقول لك آه رح نديره لصيرونس غيره على خمسمية مليونة إذا تصرج أزمة اقتصادية قادر البنكة تعنا يفلس نرجع له غير خمسمية مليون الخمسمية مليون أخرى لا لا بصح عندك نسبة فوائد معانا وهي الريبة أما في البنوك الإسلامية ما كيش هذا الأمر خوتي في البنوك الإسلامية وعلى حسبه شاه يشرح هذا الشخص وعلى بانه بها احنا يعني تعطي لهم مليار بعد خمسة سنين يرجعون لك مليار مشي تعطي لهم وإنه تخبي زع ما دير إيداع نفس الشيء بالنسبة للقروضة يسلفوا لك مليار ترجع لهم مليار مثلا عند البنوك الأجنبية الآن يسلفوا لك مليار من على خمسة سنين تولي مليار وثلثمية مليون لأنه هذه هي الفوائد هذا الأمر خرج على الكنديين اللي ثمك وقاعد تيكوش بدأوا يديرو خوتي بدأوا يروحوا ويحطوا درهمهم في البنوك الإسلامية البنوك الإسلامية الآن طيحت قاعد البنوك تح كندا لدرجة كما يقول هذا الشخص خوتي الناس في كندا شو بدأت تقول بدأت تقول آيات من القرآن تعولدوا كل الناس مسلمين وهذه خوتي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنها قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسبون فيها من جدعاء ثم يقول أبي هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليه يعني الناس ديد مسلمة والآن كل المواطنين بيوضع تح كندا حتى هم مشغل بيوضع يعني يقع الأجناس الأخرى اللي ما هونش بسلمين بدأوا يدخلوا في الإسلام لأنه يشافوا بلي هذا السيستام تاع البنوك راحيم ويساعدهم بزيف اللي بينا خوتي اخطيت الموضوع نعم وما نحكيكم عن الأخبار التي تحدثت لهيه ولكن احنا بحكم أننا مسلمين هل أمور تهمنا ثم وشاكم خوتي في هذا الموضوع في الخبر الآخر الآن اليمن تسيطر على منطقة جديدة ما تقدش تعجوز منها كل السفن البريطانية الأمريكية والإسرائيلية لما توجه الإسرائيل شكونا هل منطقة خوتي البحر الأبيض المتوسط كما نعبركم الجزائر تطلع للبحر الأبيض المتوسط يعني صراحة هذا الأمر راح يعوق إسرائيل تماما لماذا خوتي في السابق كنا نظن قابل اليمن دولة عيفا وما حتى قدر دلوالو علىه لأنه كل يعني يمن كان جدت حكم عليها مساكن عندهم المجاعة بزاف الحروب الأهلية ما همش حاكمين رحتهم تماما لكن عرفنا بلسبابهم هي السعودية والإمارات والدول الشيطان المحيطة بها على رصهم أمريكا أيضا الآن كل السفن اللي كانت تجوز منها خوتي وتروح لإسرائيل على البحر الأحمر ولا البحر الميت وعندك هذا المحيط الهندي اللي كانت تروح منها كل السفن يتم تضميرها يعني السفن البريطانية الأمريكية والإسرائيلية ولا أي سفنة يعني مهما كانت الصومالية مثلا من توجه لإسرائيل يتم تضميرها بصلا إسرائيل خمد قلتي ما عندي في ناغل هذا البحر يعني نقدر سفن الطول إيه تروح لإسرائيلها بصح تقدر تطاول سفن وتجوز على البحر الأبيض المتوسط وتجيني اليمن قلت لها إيه شورة كسيرة لما نضغط نشر القوات تعيثمها وبالفعل نشرت اليمن قواتها الآن في البحر الأبيض المتوسط هذا الأمر خوتي خبر جيد علاه لأنه اليمن ما قدروا لهاش خوتي أقوم شايفين واحد الوقت أمريك هزع مادرت حلفة وجمعت 18 دولة من بينهم يعني 8 دول عربية للأسف الشديد مش عاش كون هذة دول عربية لم يتم ذكر أسماواتهم ولكن هذة دول عربية كانوا معاولين يديروا تحالف مع الدول الغربية هذو باش يضربوا اليمن والحوثيين باش يتوقفوا على قصف السفن علاه الزعم لأنه ضرت لهم الاقتصاد التحم لكن لم يتمكنوا من فعل هذا أنا قلت لكم بلي أمر اليمن انتهى بعد خرج لنا الناطق الرسمي باسم الجيش اليمن يقلنا بلي اللي رح يقول بلي زعمال جويش هذي كلها رح تتحت ضد اليمن إنسان ما يعرش البوليتيك وإنسان غبي يعني كان عليا كان يقول عليا إنسان غبي صراحة أخاتي لم يكن مخطئ لأنه عنده الحق هذك التحالف كون بلي ما دروالو خلاصت عليهم غيرت بين تحالف تعب بريطانيا وفرنسا وأمريكا وما قدروا يدير والو الحوثيين يعني صعيبة بزيف تحاربهم ما لالآن اليمن زادت نشر القوات تحفل البحر الأبيل المتوسط الآن رح توعيق كل الحركات كما قلت لكم إذا الخبار جيد وشي جيد في نفس الوقت جيد لأنه رح يدعم القلية الفلسطينية ورح يعوق بزيف تحركة إسرائيل ليس جيد رح يضر أيضا اقتصاد الجزائر والدول تحفل البحر الأبيل المتوسط لأنه كثير من السفن الآن رح تقولي خايفة تعبر من البحر الأبيل المتوسط لأنها تتعرض للقصفة أحيانا اليمن يخطئ ويقصف سفينة يعني لا علاقة لها بإسرائيل فإمجيني يعني حتى السفن يمحمل بالسيارات لكن نرما مجينا بالصين ولا تتطول بسبب هذا الأمر إمجيني تسيد بقوة اليمنية جيل الأبيل المتوسط ولكن صراحة خلطي ماليش نستكي يعني ما دام رامي الدعم في القضية رامي معه ما عليش نستنعه توم شاكم خلطي في هذا الموضوع أخبرونا لكم في تاريقات بخصوص دعمي لفلسطين إذا مالكيتو كنت هناك احتجاجات كبيرة بزاف في أمريكا وفي الدول الغربية في الجامعات بالتحديد وإن الشرطة بدأت تستعمل العنف ضد الطلاب وتهددهم تقولوا بلي كل الطلاب اللي يعني تم القبض عليهم الآن تم طردهم وفصلهم من الجامعات اللي كانوا يقراوا فيها وأي طالب تم تعرف على وجهه أثناء الإحتجاجات يتم طرده من الجامعة اللي كان يحتج فيها لكن خوتي خرج الدولة شكون هي إيران إيران علنت أنها رح تقدر تقري كل هذو الطلاب اللي طردتهم هذه الجامعات تقريهم باطل وفي المجال اللي خيروه أحيانا خوتي في أمريكا كان أمور تخلص عليها دراسة كبار باش تقراها مثل الطب تقدر تدخل في دين طلح يتكفيه إيران علنت تتقري هذا الأمر باطل والقالية تتعى الدراسة ما هيش سيئة في إيران لأنهم عندهم علماء كبار تم واشاكم خوتي في هذا الموضوع الآن خلونا رح شوي للجزائر بخصوص الجزائر كان هناك اجتماع يعني أول اجتماع للمغرب العربي الجديد وللمغرب العربي كما سموه المغرب العربي للعمل يعني المروق مواش داخله فيه موريطانية بالوقت إن شاء الله تدخل فيه وهذا الاجتماع كان يدرس يعني الهجرة هجرة مشغل المواطنين تحت الدول الثلاثة وإنما هجرة الأفارقة يجونوا تحت ويتطلعوا نحو إيطاليا بحكم أن إيطاليا الآن يضر في هذا الدول الثلاثة وهي الجزائر تونس وليبيا وعليهم العمل على إيقاف هذا الهجرة التعال أفارقة اللي رامجين ملتحت أخيرا في الأخبار بخصوص جزائر واحد الفيديو مهم جدا مشاركتوش معاكم خليكم تشوفوه ودخل نحكيكم مشاركتوش معاكم خليكم تشوفوه جيني بالكلام لحلو معليش كلامك هن يديرو على جه بس هن يشد أمر جديد في هذا الفيديو أخوتي هي ردد فعل رئيس أركين جيش الوطني الشعبي شينغريحة شوفو كي قال الرئيس تابون الجملة تغلط تخرج من الطريق نعطيك بالحجرة كيف هي كان تردد فعل شينغريحة يعني هي كان طريقة جميلة بش هضر فيها الرئيس تابون على البن نمشي حجرة على الصح يعني هي مجرد ميتافور كما يقولون لكن ردد فعل أن رئيس أركين الجيش الوطني الشعبي شينغريحة يعني تثبت مدى المتانة والعلاقة والتفاهم بين الرئيس اللي يمثل الجهة السياسية للبلدة ورئيس أركين الجيش الوطني اللي يمثل الجهة العسكرية رغم أنه حتى الرئيس تانا هو وزير الدفاع يعني حتى هو يمثل الجيش لكن مخلي كل المسؤولية للجيش على رئيس أركين الجيش الوطني شينغريحة أتمنى شاكم أخوتي في هذا الموضوع وفي الفيديو والمواضع اللي شاركناها معكم أرجوكم وخبرونا عليكم في التعليقات هذه هي أبرز عنوى من أخبار اليوم شكرا أخوتي على المشاهدة وإلى اللقاء اللقاء شكرا أخوتي شكرا